أقصد به على ما يبدو الميساوي هذا الميساوي هذا ألا كان البوتنوار بتاع الهيئة أولا لعب أدوار كبيرة مع حركة النهضة ومازال مواصل لأنه مازال هو مثل استمرارية مثل القديم استمرارية القديم يجسدها للإدارة يعني عندما يكون يقول سامي بن سلام يحكي على أنه لابد أنه مجلس الهيئة هو من يقر الرزنامة ومن يقر مدة التسجيل ولابد أنه إحنا إذا كمش نعمل استفتائي بخمسة وعشرين لابد أن نوفر له كل الشروط فمك لا يحكيوش عليه بالكل يعني هو يكفي أنك تقوم بعملية التسجيل حتى شهر حتى شهر التسجيل ما يكفيش أنك تقوم بعملية التسجيل في في الانتخابات من أجل القيام بالاستفتاء وما يكفيش أنك تعمل كل هذه الشروط الشكلية من أجل إنجاح الاستفتاء لكن فما شيء أساسي الناس ما تصوت على محتوى صح أو لا؟ المحتوى هذا لازمه حملة انتخابية يعني أنا أنا باش نقول راي ونقنع الناس باش نقنع الناس أنا باش نقنع الناس يعني شنو إلا قدمته أنا للمواطن حتى يفهم المعارضين للمحتوى الدستورة اللي بشي قدموا الاستفتاء من المساندين ليه؟ كيش نفهم أنا؟ المواطنة توسي شنبه؟ كيش يعرف؟ يعرف عن طريق تتوجد حاملة انتخابية وبالتالي هذا أنه أنا نضبط موعد الاستفتاء دون الأخذ بعين الاعتبار مش بركة تشاركية في وضع المشروع لا دون وقت معي الاعتبار التشاركية الفعلية وهو أني يعطيني القانون الحق في أني نقش الأمر والنقش رأيي والنقش الرأي الآخر أمام عموم التونسيين وبالتالي لابد من حملة انتخابية يعني من أفهمش أنا كيفاش موعد انتخابي واستحقاف انتخابي بدون حملة انتخابية كيفاش؟ الرزنامة في حد ذاتها الرزنامة اللي عضو يقول لك راهيت خدمة من طرف أجنبي مش منا نحن كأعضاء رئيس الهيئة اللي يخوش بعض يقول لها ما هيش فاليدي وما زنة ما صدقناش عليها ولو 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 هو لازم طوى السيدة رئيس الهيئة اللي احنا نحترمون حيث المبدأ نعم لكن أفعاله هي اللي مش تخلينا نقيمه بالسلبة ولا بالإيجابة ويلا حد الآن ما هوش قاعد يدلل على كونه بشكون رئيس على الأقل عنده تشاركية في وضع في أخذ القرار داخل الهيئة داخل الهيئة لابد لابد أنه يشارك الهيئة شو ما مثل حطيني معاك يعني بيادق يعني أنت بيش تسيرهم مثل ما تحب ثم أنه أنا نعتبر أنه مجرد قابول الرئيس للسيد رئيس الهيئة بعد الزخم الحديث اللي صار يعطي الانتباع وكأنه مسانده وكأنه مسانده أنا زادا نطلب من الرئيس أنه في هذه المسألة ما ياخذ بعيد الاعتبار إلا كان مصلحة الوطن والمواطن أنه مش لأنه ممكن سيفة رقب عسكر ماشي معاك مية في المية حتى في الغلط يولي أنا لسنت سيفة رقب عسكر لا لا وانت كنت على حكمة كبيرة عندما عينت هيئة فيها بعض الوجوه عندها قدرة على تسير وعندها معرفة ويكون العملية الانتخابية وكل مراحلها ممكن هذا يحسب لك لكن هذا بشتطيحه في الماء إذا بشتواصل مساند شخص واضح بينما الكاشف أنه يحب يسير الهيئة وحده ثم أنه مازال لازم نفهم أنه إحنا قبل سامي بن سلامة ممكن نحكي عليها سامي بن سلامة لكن قبل اجتماعات الهيئة إحنا قلنا أنه الإشكال الكبير هو الإشكال في الهيئات الجياوية والإشكال الكبير هو إشكال في الإدارة والإشكال الكبير هو في الانفورماتين وبالتالي على الرئيس أن يترك الناس اللي عندهم فكرة حول هذا الموضوع وقادرة أنه تتصد وقادرة تشوف وبالمناسبة سامي بن سلامة عنده قدرة كبيرة جدا على الصراع ولن تنتظر من سامي بن سلامة أنه سيصمت عن الباطل ماذا نمواصلين معكم لاتكل كبيرة